ايها الشباب انما تنجح الفكرة اذا قوي الايمان بها وتوفر الاخلاص في سبيرها وازدادت الحماسة لها ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها وتكاد تكون هذه الاركان الاربعة الايمان والاخلاص والحماسة والعمل من خصائص الشباب لان اساس الايمان القلب الذكي واساس الاخلاص الفؤاد النقي واساس الحماسة الشعور القوي واساس العمل العزم الفتي وهذه كلها لا تكون الا للشباب ومن هنا كان الشباب قديما وحديثا في كل امة عماد نهضتها وفي كل نهضة سر قوتها وفي كل فكرة حامل رايتها انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى لا تيأسوا فليس اليأس من اخلاق المسلمين وحقائق اليوم احلام الامس وأحلام اليوم حقائق الغد ولا زال في الوقت متسع ولا زالت عناصر السلامة قوية عظيمة في نفوس شعوبكم المؤمنة رغم طغيان مظاهر الفساد والضعيف لا يظل ضعيفا طول حياته والقوي لا تدوم قوته ابدا الابدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ان الزمان فيتمخض عن الكثير من الحوادث الجسام وان الفرص للاعمال العظيمة ستسنح وتكون وان العالم ينتظر دعوتكم دعوة الهداية والفوز والسلام لتخلصه مما هو فيه من الالام وان الذور عليكم في قيادة الامم وسيادة الشعوب وتلك الايام نداولها بين الناس وترجون من الله ما لا يرجون فاستعدوا ايها الشباب واعملوا اليوم فقد تعجزون عن العمل غداء الامام الشهيد حسن البنى